التي أوصي نفسي وإخواني بها الصبر فالصبر الصبر عباد الله فالصبر نور للمؤمن في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء والصبر سبب للفوز العظيم عند لقاء الله عز وجل يقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فوصيتي أيها الإخوة أن نصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن نصبر عن معاصي الله عز وجل وأن نصبر على مر أقدار الله عز وجل نصبر على طاعة الله ونتصبر على طاعة الله ونذكر أنفسنا بأن الله عز وجل يحب هذه الطاعة ويحب من أطاعه وجعل الحياة الطيبة لمن أطاعه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إذا صعبت علينا الطاعة ذكرنا أنفسنا بأن الله عز وجل قد جعل الطاعة سببا لدخول الجنة وأن الله أعد في جنته للطائعين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا كنا نقرأ القرآن ونحفظ القرآن ونعماه وصعب علينا ذلك ذكرنا أنفسنا بأن القرآن كلام الله وأن الله يحب من يقرأ كلامه ويحب من يتدبر كلامه وجعل العزة لمن حفظ كلامه رفعه الله في الدنيا ويرفعه الله عز وجل في الجنة فيهون علينا أن نحبس أنفسنا على قراءة القرآن وعلى حفظ القرآن إذا صعبت علينا الصلاة مع الجماعة ذكرنا أنفسنا بأن الله يحبها ويحب من يفعلها وأنها طريق الجنة وهكذا في سائر الطاعات ونصبر عن معصية الله وإذا دعتنا النفس الأمارة بالسوء إلى المعصية ودعتنا شياطين الجن والإنس إلى المعصية إلى أن نعصي الله عز وجل ذكرنا أنفسنا بأن الله يرانا وأن الله يسمع كلامنا فنستحي من الله أن يرانا ونحن نعمل المعصية نستحي من الله أن يسمعنا ونحن نتكلم بالمعصية نذكر أنفسنا بأن الله قد توعد العصى بنار جهنم التي هي أشد حرا من كل حر نذكر أنفسنا بأننا سنقف بين يدي الله عز وجل وأن الله سيكلمنا وأن الله سيسألنا عن ذنوبنا فبأي أمر نجيب ربنا سبحانه وتعالى ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار الله عز وجل يوم القيامة يحاسب عباده فمنهم من يدني عليه كنفه ويقول له أتذكر ذنبك ذا أتذكر ذنبك ذا أتذكر ذنبك ذا فتصور عبد الله أن الله القوي العزيز الجبار في يوم القيامة يسألك عن هذه الذنوب التي تلتذ بها في الدنيا فما هذا المقام فذكر نفسك بذلك فإن ذلك يسجرك عن معصية الله ويعينك على الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى نصبر على مر الأقدار فالله عز وجل قدر الأقدار حلوها ومرها فإذا أصابتنا المصائب صبرنا على مر القدر عند أول المصيبة مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر لابنها أو قريب لها فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى فلما أخبرت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم هالها ذلك وأصبحت تسعى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركته في بيته وأخذت تقول معتذرة يا رسول الله ما عرفتك يا رسول الله ما عرفتك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى نصبر على أقدار الله نصبر على مر القدر لأننا نعلم أن الله حكيم عليم وأن عباد لله وأن الله ربنا فيفعل بنا ما شاء سبحانه وتعالى ونحن نجزم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمه نصبر على مر القدر لأن الذي ابتلانا بهذه المصيبة هو الذي أنعم علينا بكل النعم نصبر على مر القدر لأننا نرجو الثواب من الله عز وجل فنصبر على طاعة الله ونصبر عن معصية الله ونصبر على مر الأقدار لنرضي الله سبحانه وتعالى